550 مسكناً من صيغة عدل بنايات تعد مكسباً اجتماعياً استحسنه المواطن في الجزائر وهي ثمرة تعاون بين الجزائر وتركيا في قطاع السكن والبناء السيت اللي كما نقوله أفانسي بيا استلمنا المفاتيح قبل الوقت وكي تخلناها جبن السيت لا بس حمد الله ما شاء الله كي نكون لش ديور مخدومين بيا أنا أدخلت المنزل اليالي لا بس فيه كلش تعاش باغل ثلها والأخر ديوري جبتهم لنا عجبهم الحال ونموذج ناجح للتعاون لمشترك الجزائري الترقي تبادلت فيه الخبرات وتعززت فيه الكفاءات لتعكسها اليوم هذه الجودة في البناء استفادت الشركة التركية من حيث الاستثمار في الجزائر أما الجزائر استفادت من حيث إطارات التي تأثرت في الشركة هذه والعمال التي يعملون في الشركة ما يخفى لكش كثر من 85% من العمال والإطارات جزائريين في الشركة هذه وكذا من مواد المستعملة مواد جزائرية إلى حد كبير نحن راضون بالعمل المشترك مع المؤسسات الجزائرية نكون كفاءات وإطارات في مجال البناء كما استفدنا كثيرا من الخبراء الجزائريين شركات بعمق استراتيجية هدفها الأساسي تحقيق التكامل التنموي البيني القائم على مبدأ رابح رابح